موسيقى يهاجر البعض إما للبحث عن الرزق أو للطلب العلم وهناك البعض الآخر ممن يهاجر مدفوعا بقسوة حرب لا يعرف أين سيستقر به المقام موسيقى في مدينة كارلستاد السويدية التقيت بالفنان التشكيلي اليمني طلال النجار الذي ترك بلاده وهجر مرسمه في صنعاء القديمة باحثا عن حياة آمنة له ولأسرته الهدف كان الحفاظ على حياة أولادهم حفظ على حياتهم أن يظلوا أحياء حفظ على صحتهم سواء الجسدية أو النفسية بسبب الحروب بسبب ما يحصل يعني كان عندي الهدف هذا أهم من الفن موسيقى من وحي أزقة مدينة صنعاء القديمة ووجوه ساكنيها استلهم طلال معظم أعماله الفنية كل لوحة هنا تعبر بك محطات مختلفة في مسار التجربة التشكيلية اليمنية المعاصرة ففي بعضها تمكث قليلا وفي البعض الآخر تطول إقامتك مندهشا بدقة تفاصيلها وواقعيتها مرت تجربة طلال مع اللوحة بمراحل ومنعطفات بدأت منذ طفولته وتشكلت ملامحها الأولى مع التحاقه بمرسم الفنان اليمني هاشم علي أحد رواد الفن التشكيلي في اليمن وفي عام 1977 بدأ طلال مشاركته الأولى في معرض تشكيلي بمدينة تعز ومن أكاديمية الفنون بموسكو حصل على درجة الماجستير بالتصوير الزيتي عام 1992 لكنه هجر الرسم بعد أن أحبطته الحرب مخلفة أثرا عميقا في نفسه منذ اندلاعها عام 2015 لتخسر اليمن واحدا من أبرز التشكيليين القادرين على البوحي بأسرار الجمال الحضاري وثقافة المكان وهوية الكائن في لوحة أنا حتى وصلت إلى مرحلة فقط إيماني بكل شيء ما فيه الفن حصل هذا الشيء وبدأت تشعر أنه أمام ما رأيناه مش بس في اليمن حتى الحروب حصلت في سوريا أو في الإراف يعني هذه عندما تشوف كم هائل من الصور من الفيديوهات عن مآسي مرعبة يعني مخيفة ما نعمل فيه ما نعمل إحنا بأنفسنا الآن كعرب ومسلمين يعني الحقيقة جعلتني أشوف أن كل شيء تافه يعني فقط إيماني كل شيء حتى بالفترة لم يمضي على بقائه في السويد سوى بضعة أشهر إلا أنه يشتاق إلى بلده بحسرة الفنان المرهف أنا أحن لصوت قاري كان معي قاري سموه علي راشد كان صوته مرتفع لما يتكلم وأنا في البيت كان أحن صوته الآن أتمنى أسمع صوته يعني جد والله ونساء الحارة وبينادين على أولادهين بالحارة جميل يا أخي جميل وهندي صحيحة عندما تخرج أنت من البيت وكلهم بيسلموا عليك الله يفلح عليك يا دكتور بيسموني دكتور يعني يعني هذا الشيء حمي لنا لم يكن يتوقع طلال النجار بعفويته وحنينه وأشواقه وابه إريشته أن تجبره الحرب على العيش خارج أسوار صنعاء القديمة وأنه سيقضي ما تبقى من حياته خارج جدران مرسمه الصغير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة